موسيقى مرحبا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا رسول الإسلام يكره الأطفال والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب يقول إيه يوجد حديثان صححهم الشيخ الألباني وهذا متنهما الحديث الأول الوائدة والموقودة في النار والحديث الثاني الوائدة والموقودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم وسؤالي ما زنب الموقودة في دخلها النار هنا في واحد بعد سؤال أن في حديث صحح والألواني أن الوائدة والموقودة في النار وحديث الثاني أن الوائدة والموقودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم وبيسأل زنب الموقودة إيه والموؤدة دي هي الطفلة اللي كانوا بيدفنوها حية ونشوف الإجابة هذا الحديث أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه بسنة ضعيف ولكن أخرجه الإمام أحمد في المصنب من طريق أخرى فيها قصة فرواها من طريق الشعبي عن علقمة عن سلمة ابن يزيد الجعفي فقال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله وقال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرد ضيف وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذلك نفعها شيئا قال لا قلنا فإنها كانت وقدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نفعها شيئا قال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها وهذه الرواية المجتملة على قصة قواها عدد من العلماء كالبخاري في التاريخ الكبير والدرقطني في العلل وإلى باقي التصحيح قدامكم يعني ملخص الكلام إن في واحد بيسأل إن الحديث ده بيقولونه فعلا إن الحديث ده فعلا صحيح والحديث بيقول إن واحد اسمه سلمة ابن يزيد راح هو وأخوه للرسول الإسلام وسألوه عن أمهم إنها كانت ستة كويسة جدا في معارتها مع قريبها ومع كل الناس وماتت وهل الأعمال اللي هي كانت بتعملها كويسة مع قريبها والناس دي بتنفعها في حاجة راح الرسول قال لهم لا ما تنفعها إيش بسألوه إنها كمان كانت وقدت أختي لنا في الجهلية فده بينفعها بشيء فرح قال لهم إيه الوائدة والموقودة في النار إلى أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفوا الله عنهم وخلينا نكمل الإجابة عشان نشوف إيه المشكلة اللي في الحديث وقد استشكل بعض الناس هذا الحديث وظن أنه مخالف لقوله تعالى لألات زر وزر وزر أخرى النجم 38 ونحوها من الآيات وقد أجاب لولماء عن ذلك بأن الحديث كما هو ظاهر القصة التي رواها الإمام أحمد إنما ورد في قضية معينة وليست حكما عاما لكل وائدة وكل موقودة فهو وارد في وائدة مشركة وموقودة أيضا مشركة ولكن الظاهر إنها كانت طفلة صغيرة وليس هناك إشكال في كون الوائدة الواردة في الحديث في النار أما الموقودة فهو حكم لموقودة معينة علم النبي إنها في النار هنا بيقول لنا إن المشكلة اللي عند بعض الناس في الحديث إن ده مخالف لإيه قالتها زر وزيرة وزر أخرى فعشان يطلعوا من المشكلة دي راحوا قالوا إن القصة دي اللي رواها أحمد في قضية معينة بس وإنها مش حكم عام أو حكم يعني لكل وائدة أو موقودة ومفيش إشكال لو الوائدة لإنها في النار أصلا مشركة يعني هي تبقى في النار أما بالنسبة للموقودة اللي في النار عشان النبي يعرف إن دي بيزدد في النار وهنا سؤال هل ممكن ربنا يدخل طفل النار؟ هيحسبه على أساس إيه؟ فين العدل إن طفل يكون موقود ويدخل النار؟ لمجرد إن تولد من أم مشركة وطبعا ده مستحيل يعني منطقيا لكن هنكمل الإجابة ونشوف بيقول إيه وقد اختلف الولماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة وأرجح الأقوال في مصيرهم إنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع أمر الله نجا ومن عصاه هلك وقد جاءت في السنة النبوية أحاديث كثيرة يترجح بها هذا القول وهو اختيار كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلامي ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار سباحة الشيخ ابن باز زي ما موجود في الفتاوي فيكون النبي بالوحي أن مصير هذه المقودة في النار فالحديث إذن خاص بأم سلمة ابن يزيد واسمها ملايكة وابنتها التي وقدتها يعني ابن تيمية وابن القيم وابن باز كلهم أجمعوا أن الحديث الخاص بأم سلمة ابن يزيد وهي كان اسمها ملايكة وبنتها اللي وقدتها أن النبي عارف كده بالوحي أن المقودة دي في النار وأنا هنا عندي سؤال ليه محمد كان بيكره الأطفال وخليني أكد لكم أن من خلال حديث آخر في صحيح مسلم أن محمد كان بيكره الأطفال شوفوا معايا دعي رسول الله إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله توبة لهذا عصفور من عصفير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أب غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أسلاب أبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أسلاب أبائهم والربي عائشة والتصحيح قدامكم على الشيشة عائشة بفترتها فهمت أنه طفل والأطفال ربنا مش هيحسبهم فهي قالت إيه؟ توبة لهذا عصفور من عصفير الجنة ما عملش أي حاجة غلط يعني ما عملش أي سوء روح محمد رد عليها وقال لها إيه؟ أو غير ذلك يا عائشة الله خلق للجنة أهلاً وهم في أسلاب أبائهم وخلق للنار أهلاً وهم كمان في أسلاب أبائهم طيب عزيز المسلم ما تصدقش محمد لأن الله مش ظالم عشان يدخل طفل جهنم مهما كانت ولد في أي دين الطفل مش هيتحاسب إزاي؟ عندك الإسلام بيقولك أنها هيتحاسب هل ربنا هيقول له أصنعك لما كنت ها تكبر كنت ها تعمل؟ هل ممكن ربنا يحاسب الطفل على أساس كده؟ هيحاسبه على أساس إيه؟ والحقيقة أنا النهاردة مش هسيب ليكو سؤال لأن السؤال واضح لكل حد بيسمعني أنا هسيب ليكو أيتين لهم المسيح لكل واحد فقد ابنه أو بنته من أي دين وهم صغيرين مهما كانت ديانة أباهم آية رقم 3 متى 18 الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات والآية الثانية أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات مفيش أطفال هتكون في النار والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وديم اشتركوا في القناة